ملف حقوق الإنسان في مصر وحضرتك توليت المجلس القامي لحقوق الإنسان لفترة طويلة وأنا دايماً بذكر أن كان لي الشرف أننا كنت موجودة مع حضرتك شكراً لفترة ليست طويلة لكن كنت تعدوا في هذا المجلس المجلس القامي لحقوق الإنسان بنتكلم عن حقوق الإنسان في مصر بنتكلم على المجتمع المدني وحديك قلت مرة أن كلما تقابلت مع الرئيس عفتاح السيسي كلما كان هناك تقدم ما في مجال أو في ميدان المجتمع المدني أهم حاجة في حقوق الإنسان حركزنا عليها هي تفعيل الدستور لأن الدستور المصري اللي اتعمل في سنة 2014 ده يعني من ناحية الحريات والحقوق من أحسن بذاتها لكن المهم بقى تفعيله بيتفعل إزاي في قوانين فإذا القوانين ساعت تطلق القوانين مراكسة للدستور فالحقيقة دي كنا حرسين جداً على إن القوانين تبهى زي مثل متافقة مع نصوص الدستور وكان ريش تجاوب كامل معه حقيقة يعني